إلى أخبار منافسات بطولة كأس المم الأوروبية لكرة القدم حيث تاهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي إثر تغلبه على نظيره السويسري بركلات الجزاء الترجحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق فوز إنجلترا جاء مثيراً ليصعد إلى نصف النهائي لواجه الفائز من مباراة هولندا وتركيا وهذه المباراة تجري في هذه الأثناء حيث يلعب الفريقان التركي والهولندي على الملعب الأولمبي في برلين تجري المباراة وسط أجواء حماسية وفي ظل أجراءات تامنية مشددة تأهل الفائز لواجه إنجلترا مساء الأربعة القادم لمزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذه المباراة التجري حالياً تنضم إلينا مباشرة من أمام الملعب الأولمبي في برلين الزميلة دانا سملاجي دانا ملعب برلين الأولمبي الآن كيف هي الأجواء عندك؟ نعم فلاح طبعاً الأجواء رائعة كانت قبل بدء المباراة عشرات الآلاف من الجماهير التركية والهولندية بدأت بالتوافض كانت إلى الملعب قبل أربع ساعات من بدء المباراة طبعاً قبل دقائق من حديثي معك كنت أتحدث إلى بعض المشجعين الأتراك الذي كانت لا زالت لديهم آمال بالحصول على التذاكر طبعاً هذا الملعب يتسع فقط لحوالي 72 ألف مشجع فهو لم يتسع لكل هذه الجماهير التي أتت للتشجيع منتخب بلادها فنحن نتكلم هنا في برلين يعيش ما يقارب ربع مليون شخص تركي أو ألماني من أصول تركيا وبالطبع فقد تعرفت على عديد من الجماهير التركية القادمة من ولايات ألمانية مختلفة ومن أوروبا ومن تركيا بحد ذاتها طبعاً بالحديث عن موقع مشجعين الأسراز التركي كان قد نشر دعوة رسمية لجميع المشجعين الأتراك بأداء تحية الذئب قبل وصولهم إلى الملعب وداخل الملعب خلال أداء المتخب للنشيد الوطني وهو بالفعل ما شاهدناه هنا أو داخل الملعب مع بدء المباراة طبعاً تحية الذئب هي التي تم إيقاف اللاعب مريح داميرال على إثرها لمدة مباراة طبعاً أنا أتحدث مع العديد صراحة من الجماهير بعد إدانة وزارة الخارجية التركية لهذا القرار وبعد إدانة الاتحاد التركي لكل قدم أيضاً لهذا القرار وإرسال طلب رسمي لمحكمة الرياضية الدولية الجماهير أيضاً هنا تعتقد وعلى لسانها أن هذه الحركة هي حركة تاريخية مرتبطة بتاريخ بتركيا قبل آلاف السنين وهي ليست حركة جديدة نعم وهذا الأمر أيضاً شحن المباراة وشحن أجوائها قبل أن تنطلق وكان هناك تخوف كيف كانت الإجراءات الأمنية لسيما أن الرئيس التركي حضر خصيصاً إلى برلين لحضور المباراة نعم بالفعل كان هناك تأهب أمني هائل هنا نحن نتحدث عن آلاف من عناصر الشرطة والأمن ليس فقط الألمان بل أيضاً عناصر شرطة أثراك وعناصر شرطة هولنديين طبعاً الرئيس التركي متواجد حالياً داخل ملعب مع زوجته وابنه ولقي بترحيب حار داخل ملعب وجدير بالذكر أن الرئيس التركي لم يأتي إلى هنا بدعوة رسمية لكن قرر بقرار مفاجئ الحضور لتجيع منتخب بلاده وجدير بالذكر أن أردوغان كان قد أدانا قرار اليويفا بحرمان اللاعب داميرال وقال بأن داميرال فقط أدى هذه الحركة لإظهار حماسه ولا شيء أكثر شكراً لك دانا صملاجي كنت معنا من أمام الملعب الأولمبي في برلين حيث تجري الآن مباراة تركيا وهولندا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة